طبعا الخبر اللي معنا دلوقتي خبر مهم جدا وهم ناس كتير جدا كان في حالة كده من الجدل على السوشيال ميديا وردا على هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة اللي بتنتشر كل شوية نفت القوات المسلحة المصرية مبارح على اللسان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بشكل قاطع نفت ما تم تدوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة قوات الاحتلال في عملياتها العسكرية جملة وتفصيل كمان أكدت القوات المسلحة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء أمس أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل وأهابت بالجميع التحاري الدقة فيما يتم تدوله من المعلومات وتؤكد على أن القوات المسلحة هي درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزودة عن شعبه العظيم واستمرارا للرد على هذه الشائعات المغرضة مصدر رفيع المستوى نفى تماما استقبال مينة الإسكندرية للسفينة الألمانية كاثرين واللي اتقال أنها محملة بمواد عسكرية لصالح قوات الاحتلال وأكد أن الكلام ده ملوش أي أساس من الصح المصدر كمان أوضح أن الشائعات دي بتيجي في سياق حملة مغرضة من جهات معادية هدفها طبعا تشويه سورة مصر والتشكيك في موقفها الثابت مع الشعب الفلسطيني وقضيته وأكد كمان أن مصر بتفضل دايما وهتفضل دايما دعام الحق الفلسطيني وبعيدة عن أي تلميحات من هذا النوع وإن مواقفها تاريخية ومعروفة للجميع كمان وزارة النقل نفت سماح الحكومة المصرية لأحدى سفن الألمانية بالرسوء في ميناء الأسكندرية كمان وزارة النقل نفت سماح الحكومة المصرية